أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا ده كده الترتيب الجديد للأدوات في ورشتي وده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة برغم إن تعليق أو ترتيب الورشة مفروض إن ما يتعملوش فيديو الصراحة لإن ده شيء بيعتمد على حاجتين نوعية الورشة والتفكير الخاص بصاحب الورشة يعني ورشة الديكور غير ورشة النجارة في ترتيب الأدوات الشخص اللي بيشتغل بالأدوات اليدوية أكتر غير الشخص اللي أغلب أدواته كهربية فبرغم إن الترتيب مفروض ما يتعملوش فيديو إن ما إحنا هنعمل له فيديو أصلا بصراحة إحنا هنشرح فيه طريقة عامة لترتيب أي ورشة الطريقة دي تعتبر الأفضل عالميا في ترتيب الورش لإنك تقدر تعدلها وتغير فيها حسب مزاجك يكشي تغيرها كل يوم ودي أحلاميزة فيها طول تعليقهم في المقدمة فخلونا نبدأ على طول مع بعضين التعليقة دي اسمها التعليقة أو الربطة الفرنساوي ده كده ميكانيزم الشغل بتاعها إن ألواح الخشف مقصوصة بزاوية 45 ومت سبتها في الحيطة كويس والرف اللي هعلقه متركب فيه برضو سدابة مقصوصة بشكل عكسي برضو على زاوية 45 بحيث إنهم يركبوا في بعض بالشكل ده فبيكون مستحيل إنهم يتفكوا وكل ما بيزيد الحمل بيزيد التزبيت وبقدر بقى أعلق عليها أي حاجة حسب ما أنا مصمم الرف وحسب الحاجة اللي هعلقها فيه يعني لازم الرف يكون متصمم بطريقة تسمح إنه شيل الوزن اللي هحطه عليه وأحلى ميزة في التعليق الفرنساوي إنه أقدر أحرك أو أنقل الحاجة من مكانها خالص وبمنتهى السهولة يعني تقدر تكرر التعليق في كذا مكان في الورشة عشان تنقل وتحرك أدواتك برحتك فمثلا قصيت خشبة على مقاس قاعدة وفتحة منشار القرس بتاعي وهركبله جنب وقاعدة يمسكوه وهنا هركب المسلس ده عشان يمسك الرف كله بس عشان أنا ههط السلك جوه الرف فتحت فتحة في المسلس بالشكل ده هركبها جوه الرف عشان تديله القوة والمتانة تمام كده قفلنا الرف والمنشار بيركب بالشكل ده بس عشان ما يقعش الورق هركب له سدابة مشتوفة بالشكل ده تمنع وقوعه لازم أسحبه من تحت عشان أعرف أشيله تمام كده قفلناها كلها وباقت متينة والسلك بقدر أشيله جوه الرف ما يبقاش مدلدل أو مجدود بعد كده بقا هبقى ركب له نص التعليقة ورا هنا بس لما نقصها مثال تاني تتعة خشب بالشكل ده وحنركب لها أجناب صغيرة مع غراء وشوية مصامير بالمسدس عشان هتبقى رف للسنفرة المستطيلة بالسلك بتاعها وهكذا بقى هنجيب كل معدة أو مجموعة عدد نعمل لهم رف مناسب لمقاسهم والاكسسواراتهم زي مثلا محطة الدريلات دي مش عايز أطول عليكم لأنه ما ينفعش أطول في الشرح لأنه كل واحد وعنده عدته المختلفة وطريقته في إخراج الشكل النهائي المهم أن الرف يكون متين بمستوى مناسب للي حيشيله بعد كده بقى هنجيب لوح كونتر ونقصه شرايح بسمك 15 سنتي زي ما انتوا شايفين أنا جبت البنش الإضافي جنبي عشان أقدر أريح عليه اللوح ويتحرك معايا زي ما أنا عايز نفضل بقى نقص في اللوح لحد ما نخليه شرايح بعد كده بقى هنجيب لوح من القصناع ونعلم عند نصه بالزبط بميل بالزاوية 45 عشان هنشقه نصين متساويين هميل المنشار 45 وهزبط خط العلام عند نص السلاح بالزبط وزبط بقى الدليل بتاعي وعشان القصات متكررة وكتير هركب ريشة السلامة يا ترى هكلمتكم عنها ولا لسه ريشة السلامة دي الواحد عقله خلاص ما بقاش فاكر حتى هيكمل الجملة يقول ايه بسم الله بقى نبتدي القص وحنجري برضو بالمونتاج مهم يا سيدي انت طالما وصلت للجزء دا من الفيديو يبقى ما تنساش تشترك في القناة لو كنت مش مشترك والكل اللي هيجيبوا الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير تمام الحمد لله قصناهم كلهم طبعا لازم شوية صنفرة لزوم النظافة وازالة الرائش بعد كده بقى حنجيب لوح كنتر ومسدس المصامير وشوية سدايب من اللي قصناها وصنفرناها وكم كليبس نجيب اول سدايبة مع شوية غيرة نمسكها بالكليبسات ونديها شوية مصامير نرحل الفورمة نغري سدايبة تانية وبردو نمسكها بالكليبسات ونديها شوية مصامير فورمة رحل سدايبة غري كليبس امسك مصمار ادي ايه الفورمة دي؟ هقولك دول قطعتين خشب ركبتهم في بعض بحيث يكون مقاسها يخلي المسافة بين كل سدايبة والتانية متساوي وفي نفس الوقت مساوي لسنك السدايبة نفسها بحيث يبقى التكرار شكله لطيف وامور بعد كده بقى حيطة اخرم فيش هنركب لوح زبط مصمار اربو نروح بقى للرفوف اللي عملناها ونركب فيها سدايب مناسبة لعرض الرف نفسه شوية غيرة وكم مصمار وحلو قوي كده ناخدها نعلقها على الرفوف نحط المنشار ندخل السلك وبرضه عملت ستيشن او محطة شحن كل الشواحن في مكان واحد وحبقى احط مشترك تحت عشان سلك واحد بس اللي بقى طالع من المحطة ودي محطة الدريلات والبطاريات وده رفل الكلمبات جزء منها مش كلها طبعا وبرضه عملت رفوف للمفكات ورفب جزء شفاف للقصفات والزرديات وخلاص كده انا زهقت مني قمار انتو عاملين ايه ده الشكل النهائي لحد دلوقتي لان ممكن في اي لحظة اغير واكيد لسه اضيف ادوات تانية فما ينفعش اقول ان ده الشكل النهائي بس خليني اخدكم لفة سريعة ركنت الكلمبات كلها على جنب وده رف قوي الصنفرة الدبابة برضه السلك بتاعها تحتيها ودي اهم ميزة في التعليق اللي انا عملتها الصراحة ما وسير بقى اعلق عليها اي حاجة وادي محطة البطاريات مجموعة الكليبسات بتاعتي وادي منشار القرص حبيبي وبرضه عملت تعليقة للاباجورة بس فيها سر هقولكم عليه في الاخر وحطيت بقى مجموعة ادوات ويرة في النص كده لانها اكتر ادوات ما استعملها وعملت لوحة لاهم اربع ادوات عندي كلمتكم عنهم قبل كده دي انا فاكرها كويس تقدر بقى تبدع في طريق التعليق ادواتك يا معلم ودي محطة الصواريخ اللي كنا قدمناها قبل كده ولا مقدمناهاش ورف الادريمل 4000 طبعا ورف المنشار القرصة ببطارية وكمان رف الروتر ومنشار الاركت والبلور والفارة والصنفارة الدائرية تقريبا اغلب الادوات علقتها وحطيت بقى بعض اللوح اللي بحبها جايبهم من بنجود اخر حاجة بقى علقتها هي عصاية البسبول بتاعتي اللي بستعملها لما حد يقول لي سلفني عدتك يا عمدة ما شاء الله الورشة شكلها تغيرت وبقت حلوة الله ينور يا عمدة تسلم ايدك نيجي بقى لسر مهم لو جيت تعمل رف زي ده لحاجة وزنها برج اسمها زي الاباجورة دي ممكن تقع لو تحركت فالحل انك تعمل للرف قفل عبارة عن سدابة خشب نفس مقاس الجزء اللي فاضي من الرف من وراه واندخلها ورا الرف هتمنع الرف ان يتحرك او يطلع من مكانه اصلا وقدر بقى طبعا في اي وقت اشيلها وحرك مكان الرف زي ما انا عايز الرف لازق ما بيتحركش ممتاز اسيبكم بقى لكام لقطة عالسريع للشكل الغير نهائي لرفوف تعليق ادوات ورشتي لو طولت عليكم بسامحوني ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعو لي انتو عارفين بقى احنا مبنطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش هوصيكم عليكم الشير وان شاء الله نتابد على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة